اشتركوا في القناة مساء الخير عبد الرحمن بداية امسي على جميع متابعي تلفزيون البحرين وتحية خاصة الى مشاهدين في دولة فلسطين الشقيقة التي يفصلني عنها البحر الميت فقط هذا الجمال وهذه الأضواء المشتعلة هناك هذه هي فلسطين المحتلة هذه هي الأرض المقدس إذن الأردن أراد أن يذكر بأن القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية أراد أن يذكر بأن الاحتلال الإسرائيلي يتجاوز حدوده وهو يتعدى على الأرض ويتعدى على الشعب الفلسطيني الأردن أراد اليوم أن يعقد القمة العربية في البحر الميت ليبعث برسائل إلى الاحتلال الإسرائيلي وإلى العالم بأن القضية الأولى قضية العرب هي القضية الفلسطينية وأن العرب لن يرضو بالحلول الأحادية ولن يرضو إلا بحل الدولتين العاهلة الأردني أكد بأن التحديات مشتركة وأن الحلول يجب أن تكون أيضا مشتركة وأريد أيضا أن أقتبس من حديث الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي قال بأن يد العرب ما زالت ممدودة وتبحث عن شريك ولكن هذا الشريك ما زال مجهول الهوية دعني عبد الرحمن أقول بأن العاهلة الأردنية دعا المجتمع العربي والمجتمع المدني والمجتمع الدولي إلى مساندة الأردن في الحفاظ على شرعية القدس وأيضا بأن دعم القضية الفلسطينية اليوم هناك تجديد من خلال هذه القمة ومن خلال القرارات والبيانة التي تم إصداره بأن القضية الأولى هي قضية فلسطين نعم سهير البيانة الختامة لقمة جامعة الدول العربية ركز على القضية الفلسطينية كقضية مركزية بالنسبة للأمة العربية ولكن أيضا لم يغفل عن القضايا التي تمر بها المنطقة الأزمة السورية الأزمة الليبية البيان تكلم عن أن الحل السياسي هو المتوفر هنا في الأزمة السورية وأن لا حلول عسكرية الآن على الأرض تحدث عن الدعم الشرعية في اليمن الشقيق دعم العراق في محاربته للإرهاب تكلم أيضا عن الحل السياسي في ليبيا تحدث أيضا عن الكثير من الموضيع المهمة وكان من أبرزها طبع الملف الاقتصادي الذي تحدث عن أهمية التنمية البشرية والاهتمام بالاقتصاد والتكامل الاقتصادي وهذا ما ركز عليه أيضا بيان القمة منذ قليل انتهت وقائع المؤتمر الصحفي الذي تلأ بيانه وزير الخارجية وشؤون المغتربين السيد أيمن الدكتور أيمن الصفدي والذي ركز على أن القرارات التي خرجت بها هذه القمة هي قرارات مصيرية وأن قمة الأردن هي القاعدة التي سوف ينطلق منها العمل العربي في حلة جديدة كما ذكر القمة اليوم ركزت على الكثير من الملفات الساخنة وركزت أيضا على أن الحلول يجب أن تكون مشتركة وأن يكون هناك تكامل عربي وتعاون مشترك في حل هذه القضايا وأيضا البيان أكد على أن القضايا التي سوف يعني القضايا الراهنة كالقضية الفلسطينية أو الأزمة السورية أو حتى إعادة الشرعية في اليمن والحرب ضد الإرهاب وركز على أن الإرهاب اليوم هو الآفة التي يجب القضا عليها لأنها تؤثر على شبابنا وتأخذ من مواردنا ومصادرنا اليوم رسائل كثيرة وجهتها القمة العربية إلى العالم وخاصة بأن اليوم رسالة موحدة كما يتحدث المحللون الصحفيون والسياسيون والاقتصاديون بأن هذه القمة مختلفة حتى في لهجتها وفي بيانها وحتى في ردودها على الكثير من الانتقادات التي ربما كانت عبر وسائل التواصل الاجتماعي هذه القمة كانت القمة الرقمية التي تم بث كل جلساتها وكل حواراتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالإنستجرام وأيضا الفيسبوك سهير لعل الأمة العربية تعاني من الدور غير البناء الذي تلعبه إيران في المنطقة هل لمستم كونكم متواجدين في البحر الميت إصرارا عربيا من قبل المحللين من قبل السياسيين ومن قبل القادة أيضا على مواجهة التدخلات الإيرانية في المنطقة العربية نعم عبد الرحمن ربما هناك الكثير من الاتفاق بين زعماء العرب ولكن الأبرز هو أن هناك تدخل إيراني سافر في الأراضي العربية هناك انتهاك للحرمة العربية هناك اقتصاد للأراضي العربية وتدخل سافر من قبل الميليشيات الإيرانية الإرهابية لذلك كما ذكر أن هناك بيان سوف يخرج من القمة العربية رسالة واضحة إلى إيران بأن تكفأ يديها عن التدخل في الشؤون العربية وأن تلتزم بحسن الجوار وأن تلتزم بمبادئ الأمم المتحدة وعدم التعرض للدول العربية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ربما هذه القمة أصرت على أن تكون حاسمة في هذا الشأن تحديدا لأن الدول العربية قد عانت كثيرا من هذه التدخلات الإيرانية السافرة والتي نحن نلمسها اليوم من خلال العمليات الإرهابية والتدخلات الإرهابية من قبل الميليشيات الإيرانية السافرة سواء في سوريا وفي العراق وحتى في دول الخليج العربية لذلك هناك قرارات حاسمة وهذه القمة كما أطلق عليها بأنها قمة استثنائية قمة التوافق والاتفاق قمة لتلقية الأجوال للمصالحة للانطلاق للنهود للاقتصاد لتبادل وجهات النظر وليكون الأمة العربية لتعود الأمة العربية إلى عهدها السابق قوية متماسكة من أجل صالح شعوبها نعم سهير عصفور وصلتم الليلة بالنهار لتغطية أعمال هذه القمة فلكم كل الشكر والتقدير على جهودكم وفدت تلفزيون البحرين إلى أعمال القمة في البحر الميت سهير عصفور شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك